نكمل الجزء الثاني اللي هو الرطوبة أو الرطوبة إيش بنحكي عنها إيش الجوية اليوم أستاذ ندير بالنا ونحن بنخرق المصطلحات لأن كل مصطلح راح يكون بدل عن مفهوم إيش معين كل مصطلح عنا أستاذ بيحكي عن مفهوم إيش معين أول بالبداية أستاذ عنا هنا مفهوم الرطوبة مفهوم عنا الرطوبة مين دبلش معناه؟ روان ناصر معنا يا روان معكي أستاذ بيحكي أستاذ إيش بالرطوبة الجوية الرطوبة الجوية هي كمية بخار الماء العالق في الغلاف الجوي وتتشكل رطوبة الجو من بخار الماء الموجودة في الهواء بنسبة متفاوتة حسب معدلات تبخر كمل كمية بخار الماء عالية جداً كمية تبخر عالية سيكون في عنا الرطوبة يشف متفعة قيس لعدة إيش أقصى الرطوبة النسبية اتفاضل يا شيما اقرأينا أول مقياس أستاذ الرطوبة 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 مين بالظبط يالل أستاذ مقدار وزن بخار الماء في حجم معين من الهواء هذا من مقياس الأول من الرطوبة بماذا تتأثر رطوبة النسبية؟ لا أستاذ عنا كمية الرطوبة المطلقة في المناطق السوائية وتقل باتجاه إيش القطبين زيما بنلاحظون مناطق السوائية فيها عنا هاي الأشياء الثالثة مشتركة درجة الحرارة فيها مرتفعة ومطل على مصطحات مائية وغنية بالغطاء إيش النباتي فبنلاقي إنه الرطوبة المطلقة في هاي المناطق مرتفعة إيش جداً هاي المناطق مرتفعة إيش جداً على العكس مناطق القطبين درجات حرارتهم الخفضة الغطاء النباتي قليل جداً ولكن فيه مصطحات مائية ما استفدنا مدام ما فيش عنا درجة حرارة ولا عنا غطاء إيش نباتي فبنلاقي إنه المناطق القطبية استاذ الرطوبة فيها إيش أقل تمام؟ ممكن ينستاذ يزيني سؤال علل علل ترتفع كمية الرطوبة المطلقة في المناطق السوائية والتقل باتجاه القطبين بسبب درجات الحرارة وجود المسطحات المائية والغطاء النباتي في المناطق السوائية على العكس المناطق عنا إيش القطبية الجزء الثاني استاذ أنه الرطوبة النسبية الجزء الثاني استاذ الرطوبة النسبية يلا يلو جاين رجاي يلا نسبة بخار الماء الموجود فعلا في تعمل جاين نرجع لك استاذ طلال معنا يا طلال؟ معك استاذ فضل استاذ الرطوبة النسبية نسبة بخار الماء الموجودة فعلا في الهواء إلى بخار الماء الذي يستطيع الهواء استيعابه على نفس درجة درجة الحرارة وتعتمد الرطوبة النسبية على درجة حرارة الهواء معدل التبخر وبناء على مقياس الرطوبة النسبية بالحياة إنه أكثير طلال قبل نتكلم عن تأثيرات أو لما يترتب عن المقياس رطوبة النسبية الرطوبة النسبية الرطوبة النسبية هي عبارة عن نسبة بخار الماء الموجودة في الهواء ببخار الماء ولا هي يحصل بكافة على نفس درجة إيش أستطيع الحرارة فعنا على سبيل المثال نأتي نحكي إنه درجة حرارة الهواء عشرين وموجود فيه بخار ماء قدي درجة الهواء اللي درجة حرارة عشرين قديها يقدر يستوي باقلنا بخار ماء هاي نحكي عنها الرطوبة النسبية. هي نسبة بخار الماء الموجودة بالهواء على بخار التي يستطيع على نسبة الهواء على نسبة بخار الماء التي يستطيع الهواء استيعابه على إيش نفس درجات إيش الحرارة فهمتوا علي يعني قدي في عنا نسبة هاي في عنا بخار ماء في الهواء طب هذا الهواء قدي بيقدر يستويع بخار ماء على نفس درجة الحرارة لو كان درجة حرارة 20 قدي بيقدر يستويع بساس بخار ماء هاي بنحكي عنها الرطوبة إيش النسبية تمام عنا شو بتعتمد لنا الرطوبة النسبية بتعتمد لشغلتين بتعتمد لع درجة حرارة الهواء ومعدلات الطبخ من ماذا تعتمد عنا؟ على درجة حرارة الهواء ومعدلات التبخص كمّل يا طلال ألف إذا انخفضت نسبتها بشكل كبير في الهواء يصبح الجو جافاً حاراً أو جافاً بارداً وإذا ارتفعت بشكل معتدل يكون الهواء منعشاً ولطيفاً ممتازاً أول شيء أستاذ رطوبة نسبية على حسب مقيسات أستاذ ونجي نحكي رطوبة نسبية لماذا قلنا نحكي رطوبة نسبية أستاذ؟ لأنه تكون الأفقام راح تنتج عنها أستاذ نسب أستاذ خلص عندي خلص آخر شيء زوروا بالكو جماعة على المايكات زوروا بالكو على المايكات حكيت لكم قبل هي كل واحد في بيته وكل بيت له خصصياته والحصة مسجلة زي ما قلنا أستاذ الرطوبة النسبية الأشياء الرطوبة النسبية أستاذ نحكي نقص الرطوبة النسبية ماذا تطلع عندنا أرقام؟ يعني تطلع عندنا الرطوبة رطوبة الهواء 20% رطوبة الهواء 30% رطوبة الهواء 50% أما الرطوبة المطلقة نحكينا عن حجم معين أي وزن بخار الماء يعني كده كيلو جرام بمتر مكعب من الهواء هيك الرطوبة المطلقة أما الرطوبة النسبية بتحكي عن نسبة أما الرطوبة النسبية نحكي عن إيش نسبة إيش معاوية هكيت أستاذ إنسان خفضت نسبة الرطوبة بشكل كبير أصبع عندنا الهواء الجاف أو الهواء إيش حار تقزوا معي أستاذ إصلاحنا ما نيجي نحكي جاف أنتو لكل أنا متأكد الجميع وأنا كونيت زيكو أستاذ لكل ما نيجي نحكي جاف روح عباله على الصحارة يعني تعتبر إنه الجافة بس مرتبط براجات الحرارة ولكن لو أنتو أستاذ نجي نركز شوي هتمر علينا بعض الأوقات إنو فيو عنا الرياح باردة جافة عنا الرياح الباردة إيش الجافة تتذكروا إستاذ اخدنا الرياح الموسمي الشتوية الجافة تطب كيف شتوه جفاف Hebrews فإحنا ه�و بخار الماء وإذا كان بارد و però مش موجود فيه يستاذ عن كيميات بخار الماء يستاذ عنه جاف بارد فإحنا نتكلم На أي شيء أو سيكون YouTuber عنه رطب su duer يستاذ عن طريق كوميات بخار الماء قالت إذا خفضت نسبتك كميات كبيرة بصير عنا جو حار جاف وبصير عنا استاذ إش بارد إش جاف بصير تفعت استاذ معدلات معتدلة ركزوا معدلات معتدلة إن شون معدلات كبيرة جداً لا معدل معتدل بكون الهواء عنه إيش منعش عنا على سبيل المثال عنه استاذ إحنا مدينة غزة أوقات استاذ بتمر علينا هيك أوقات الليل نسماء هوائش منعش أو هيك نسماء هوائش ربع أو إيش بتكون إيش لطيفة ليش استاذ لان هنا بتكون بلشت عنا درجة الحرارة إيش استاذ كانت صارت عنا أسف كميات الرطوبة صارت إيش معتدلة والجو عنا إيش منعش إيش 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 طلعي طلعي رفع لي ديك استاذ عشان أرفع عناك المايك خلاصياً كيك استاذ كميات طلعي با إذا زادت نسبتها عن 65% مع ارتفاع في درجة الحرارة فإنها تسبب شعورة للإنسان بالضيق بالملل أو الضيق إذا ارتفعت 65% زي الإمارات استاذ هي الدولة المطلة استاذ على الخليج المناطق المطلة على بحر العرب والخليج العربي استاذ عندها مسطحات مائية ودرجات حرارتها إيش مرتفعة زي الصحاري فإيش بنلاقي إنه دائما مرطوب عنده 65% عندها إيغادة استاذ الإمارات ما بتقدر بتتتحرك بالشوارع خصوصاً الظهور وعنه عمال البطون استاذ في الإمارات ممنوع يشتغلوا استاذ في وقت الظهر أو بعد الساعة إيش استاذ إيش 12 لأنه عنده بتكون درجات الحرارة مرتفعة جداً ورطوبة إيش مرتفعة يعني ممكن استاذ هاي الرطوبة وكميات بخار الماء بتعملها تضيق بالتنفس أو نفس الوقت تعملها كيش اكتئاب أو هيك تحس حالك مضغوط استاذ وممتدايك مخنوك من الجو عندنا الجو استاذ في عنا مواد كاملة بتحكي أنه كيف تأثير الجو ممكن يسعر على الحالة النفسية للإنسان فعندنا حالة الجو استاذ لما يكون المناخي استاذ درجة حرارة مرتفعة خصوصاً للناس اللي بتكره الصير فبتلاقي استاذ إيش بتلاقيه دايماً معصب عنده ضيق ونفس إيش استاذ ما نيجي نحكي بالشتة ما تكون درجة حرارة منخفضة والناس بتكره الشتة بتلاقيهم ماش استاذ بتلاقيهم دايماً استاذ إيش معصبين استاذ أو مذاقين هسا إذا زادت نسبتها عن 65% مع ارتفاع درجة الحرارة يعني الرطوبة إذا بتزيدها عن 65% وإرتفعت درجة الحرارة كمان بالزيادة هذا صحيح لحكينا إذا بترتفعتها حرارة سيزيد عنها كميات بخار الماء فبالتالي راح يزيد عنها الهواء يزيد استجعاب الهواء لكميات الرطوبة إيش عالة هلوننا هنا نعرض أستاذ قبل ما نحكي أهم مقييس الرطوبة عızنا مرخيسين عنا أستاذ أول إشي الرطوبة المطلقة الثين عنا الرطوبة إيش النسبية أخذنا قبل شوي أستاذ مفهم الرطوبة المطلقة هي مقدار وزن بخار الماء في حجم معين من الهواء والرطوبة النسبية هي أستاذ نسبة مخارج مهمة موجودة في الهواء فعلا إلى الهواء إلى الذي يستطيع الهواء استيعاب على نفس درجات الحرارة تمام عندنا ملاحظات أستاذ كيف أريد أن أقرأ أستاذ ماذا يريد أن يقرأ ويحني أقرأ أستاذ أقرأ أستاذ أقرأ أستاذ خلي غيرك خمسين وهد الحصة يلا يصن دوس يلا يصن دوس تن دوس أبو كمير آآ يأستاذ ملاحظة هنا واحد تأثر كل من الرطوبة المطلقة والنسبية بدرجة حرارة وجود المسطحات المائية والغطاء النباتي ومعدد تبخط اتنين إذا انخفضت نسبة الرطوبة آآ النسبية بشكل كبير يصبح الجو حار آآ جاف حار أو جاف بارد ثلاثة إذا ارتفعت الرطوبة النسبية بشكل كبير وازدادت نسبتها عن خمسة وستين بالمئة مع ارتفاع الحرارة فإنن تسبب الشعور بالملال والاكتئاب أربع ارتفاع الرطوبة النسبية في فلسطين في المناطق السهل الساحل الساحلي نظرا لأنها تشرف على بحر المتوسط تمام عندنا إستاذ إذا ما حكينا الرطوبة المنطقة والنسبية بتتأثر بزارجة الحرارة ومسطحات إيش المائية عندنا بالزياد عندنا كمان إستاذ الرطوبة المنطقة حكينا كمان بتتأثر عندنا بالغطاء إيش النباتي إثنين إذا انخفضت الرطوبة النسبية بكميات كبيرة بالجو راح يتحين عندنا الهواء يجاف حار أو جاف إيش بارد وإذا ارتفعت الرطوبة النسبية بكميات كبيرة عن 65% راح تسبب عندنا شعوب بالملال والاكتاء عندنا بترتفع نسبة الرطوبة النسبية في فلسطين في منطقة الساحل لأنها تشرف على البحر المتوسط يعني عندنا البحر هو مصدر إستاذ إيش بخار الماء فبالتالي راح تكون عندنا في فلسطين إستاذ المناطق لتكون الساحلية زي حيفا عدتها غزة هاي تكون يتفي عندنا نسب رطوبة إيش عالية جدا تعال خلونا هنا يستاذ منيج نحكي في نشاط بحثي وإثرائي مين قرأ لنا الأسئلة الثلاثة اللي قدامنا خلينا نختم حصتنا هيا قرأتي زهرة قرأتي نعمة أبو نصر يلا يا نعمة علاقة بين كمية التبخر وكمية الأمطار على سطح الأرض اثنين أترين سلبيا لا أستاذ فاك 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 عاق علاقة تقدية الأمطار على سطح الأرض. هذا يعرف أستاذ العلاقة بينهم؟ العلاقة بينهم أستاذ. أنا أستاذ. آي طلال. علاقة ترضية. طبعا. لأنه إيش أستاذ كل ما زادت عملية التبخير؟ عملية التبخير زادت كمية الأمطار. طبعا. 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 كمان أنا أستاذ كمية التبخيرية نفسها كمية التساخت. يعني إحنا مستحيل تتساقط عندنا أمطار يعني على سبيل المثال. إنت بخارة 20 لتير. مستحيل يتساقط عندنا وروح يتساقط عندنا كمية أمطار أربعين لتر ماي. لا. اللي تبخر هو راح يتساقط إيش عنا يا أستاذ. اللي يتبخر هو راح يتساقط إيش أستاذ إيش عنا. فعنا أستاذ كمية التبخر هي نفسها كمية التساقط. ولكن عنا أستاذ كمية التساقط تختلف من مكان إيش إلى آخر. عنا ممكن أستاذ الغيوم تتحرك كالرياح. تتحرك أماكن وجود بخار إيش الماء. تتحرك بخار الماء. فمش هتكون يعني مش ضروري المنطقة اللي تبخرت منها كميات بخار ماء كبيرة جدا. تساقط إيش كميات مياه إيش كبيرة. يلا يا رينان. أثرين سلبيين للهواء الجاف على الكائنات الحية. شو عنا أستاذ أثرين سلبيين للهواء الجاف على الكائنات الحية. دعنا نحكي أحنا علينا أستاذ. أحنا علينا. في وقت الشتاء دائما أستاذ بخار الماء. شو بصير فيها. بخار الماء دائما أستاذ بتصاعد لطبقات الجو العولي. يعني إنه سطح الأرض على أغلب يش بارد. فعنا أي كمية بخار ماء رح تتصاعد لعلى. فأغلب الوقت بكون عنا الشو بالشتاء الجاف. طيب شو بصير بشفايفنا يا أستاذ احنا في وقت الشتوية. فو بصير بشفايف في خمس تباعتنا. تبلش يتش鬼 على أستاذ خصوصا إلى الناس من خبش ماء كثير. إنه بصيبها إيش أستاذ جفعا أو بكر جلده وتش physicians. فأنا أستاذ أول اش يا أستاذ تشقق في جلد الإنسان. تشقق في جلد الإنسان. أثنين جفعا في النباتات. عنا تعتبر النباتات عندنا من الكائنات ليش الحية؟ فعنا أستاذ جفعا في النباتات. أثنين تشقق في جلد عندنا إيش الإنسان تشقق في جلد الإنسان. أهل السؤال يا جماعة مين أخرى إلا يا أقرأ و أجاوبه قويبة لك طلعا هاي أحمد آخر واحد أحمد وائل أبو عبيت أحمد المناطق التي ترتفع فيها الرطوبة النسبيلية في فلسطين منطقة السهل الساحلي نعم المناطق السهل إيش الساحلي حتى محسن بدي عرض الإجابات قدامك يا جماعة هاي الإجابات خلينا بس نوقف التسجيل عشان أخد أسئلتك و هل بيت